اشتركوا في القناة وبعد البحث عن شاب يدعم حمد مصطفى وهي يأتي للأتيل ويمشي في جنسته وصلت ترقب أسرته للحظة العصور عليها وأعادتوا لأحضنهم حدث ما لم يكن يتمنيه أحد أو ما لم يكن يتوقعه بشر بعد العصور على الشاب جثة هامدة مدفونة في أحد العقارات بمنطقة المرج عصرة الأجهزة الأمنية على جثة الشاب محمد مدفونة داخل حمام شقت صديقه ومغطى بمادة لتمنع انبعاث الرائحة الكريهة حين تعفن الجثة والصدمة تكمن في أن صديق المجن عليه الذي عسر على جثة محمد داخل شقته كان يكسف من البحث عنه برفقة أسرته تلقت غرفة عمليات النجدة بالكاهرة بلاغ يفيد باختفاء الشاب محمد عن منزله منذ عدة أيام وانتقلت قوة أمنية إلى المكان وبالفحص والتحريات وجمع المعلومات الأولية استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أصدقاء الشاب المبلغ باختفاءه وحين تضييق النقاش عليها اعترف عن محل تواجد الجثة حزبنا الله ونعم الوكيل وتم العصور عليها وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النياب العامة ويكسف رجال المباحث بين جهودهم لكشفهم واللبسات الواقعة واتخذت الجهات المختصة لإجراءات القانونية اللازمة بقينا مش عارفين نعيشين في إيه بقينا عايشين في غيبة حزبنا الله ونعم الوكيل مجيش الضربة ألا من القريب ربنا ينتقم منه اللهم أمين ويرحم المتوفي ويرزق أهله وزويه الصبر والسلوان أعزائي المتابعين وكذا بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته